في عالمنا الحديث تبدو آلام الركبة والمفاصل أمرا شائعا للغاية تقريبا في كل يوم نسمع قصصا عن الأشخاص الذين يعانون بجنون ويبحثون عن أي طريقة ممكن للتخلص من هذا العذاب الذي يؤرق حياتهم يبدو أن هذه الآلام لا تنتهي أبدا وكأنها تتلاعب بحرية في حركتنا ونشاطاتنا اليومية تخيل لحظة الواحدة أنك تستطيع الوقوف بكل ثقة وقوة على قدميك دون أي ألم ما هو الشعور الذي ستشعر به؟ ربما ستشعر بالحماس والسعادة لتحقيق هذا الانتصار على الألم ولكن هل يمكن أن يكون هذا مجرد حلم غير واقعي؟ الحقيقة المدهشة هي أن هناك طرق طبيعية فعالة للتخفيف من آلام الركبة والمفاصل دون الحاجة إلى الاعتماد الدائم على المسكنات التي قد تسبب تأثيرات جانبية خطيرة على الكلا والكبد بدلا من ذلك يمكنك استكشاف علاجات بديلة تعتمد على الطب الشعبي والتقاليد الشفائية التي استخدمها الأجداد منذ قرون والتي تتحدث عنها أحدث الدراسات العلمية وبدأ الناس يؤمنون بفعاليتها ودورها المهم في التشافي بوعي في البداية يجب عليك أن تؤمن أهمية الإيمان العميق بمبدأ التشافي بوعي لأن الشفاء الحقيقي لا يكمن في تناول دواء كيميائي أو حتى بعض المسكنات أو حتى أدوية طبيعية أو من خلال المكملات الغذائية فالتشافي بوعي له فروع يجب أن ينتبه لها الجميع وعلى مر التاريخ اكتشف الناس قدرة الطبيعة على تخفيف الآلام وتعزيز الشفاء تتضمن هذه العلاجات الطبيعية العديد من الأعشاب والزيوت العطرية التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنا للألم ويمكن أن تساعد هذه العلاجات في تقليل الانتفاخ وتحسين الحركة والسيطرة على الألم بل والتشافي وبالتالي تمنحك القدرة على الاستمتاع بحياة نشطة ومستقرة في هذا الفيديو سنستكشف سويا تلك العلاجات الطبيعية المذهلة وسنتعرف على كيفية استخدامها بطرق فعالة وأمينة وسنتحدث عن بعض الأعشاب القوية مثل الكركم والزنجبيل وكيف يمكن استخدامهم بطريقة صحيحة وأن نتناولهم بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب وستكتشف أيضا أهمية التغذية السليمة والنظام الغذائي المتوازن كقاعدة أساسية للتشافي بوعي فالتغذية السليمة ستكون سببا رئيسيا في تخفيف آلام الركبة وتعزيز الشفاء واختبر نفسك هل الأطعم التي تتناولها تحتوي على مضادات الأكسد الطبيعية والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقوية الغضاريف والمفاصل مما يؤدي إلى تقليل الألم وتحسين الحركة أم أن تلك الأطعمة تمثل شرورا تغذوية ومدمرات إنسانية وضع فيها الملونات والأصباغ الكيميائية والمواد الحافظة والنكهات الاصطناعية التي تدمر جسمك حرفيا إذا كنت تعاني من آلام الركبة المستمرة وهشاشة العظام وآلام المفاصل وتبحث عن طرق طبيعية للتخفيف من الألم واستعادة حياتك النشطة فإن هذا الفيديو سيقدم لك المعلومات والنصائح التي قد تحقق لك الراحة والسعادة التي تستحقها ستكتشف بعد أن تتم متابعة هذا الفيديو أن الحل لألامك قد يكون أقرب مما تتخيل في أعشابنا وزيوتنا وتقاليدنا القديمة والنظر للهبات الربانية العظيمة التي أوجدها الله بين أيدينا فقط قم بالتوجه إلى هناك واستكشف العالم المدهش لعلاج الآلام بطرق طبيعية وفعالة معرفة الأسباب ركن أساسي من أركان التشافي بوعي ويجب فهم ما الذي يحدث في جسمك وما هو السبب الذي أدى إلى حدوث آلام الركبة مثلا ويجب عليك أن تدرك أولا أن زيادة الوزن يؤدي إلى الضغط الزائد على المفصل نتيجة زيادة الوزن يمكن أن يتسبب في آلام الركبة وتدهور الغضريف ولذلك قبل أن تهرول إلى تناول الأدوية الكيميائية أو المسكنات يجب عليك أن تضع هدفا نصب عينيك يتعلق بتخفيف الوزن واتباع الحميات المناسبة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تآكل المفاصل وهشاشة العظام وآلام الركبة سوء التغذية فهذه المصانع التي تنتج هذه المنتجات التي أصبحنا نتناولها ليلا ونهارا تدس فيها كميات رهيبة من المواد الكيميائية الحافظة والملونات والأصباغ والنكهات وتوفرها لنا في عبوات معدنية وبعضها الألمونيوم الذي يتسرب إلى ذلك الطعام الذين تناوله ومن ثم نقول من أين يأتي المرض وهذه الزاوية يجب أن تضبطها وأن تبتعد بشكل كامل عن هذه الشرور التغذوية والمدمرات الإنسانية إلى جانب الابتعاد عن السكر الأبيض المصنع الذي يعتبر سببا رئيسيا من أسباب حدوث الالتهابات في الجسم إضافة إلى تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التي تسبب زيادة في الالتهابات في الجسم وهذا الالتهاب يمكن أن يؤثر سلبا على المفاصل ويزيد من آلام الركبة ويؤدي تناول هذه الأطعمة إلى نقص العناصر الغذائية مثل فيتامين دال والكالسيوم والمغنيسيوم فإن ذلك يؤثر على صحة المفاصل ويجعلها أكثر عرضة للالتهابات والألم يجب ملاحظة أن هذه الأسباب لآلام العظام والمفاصل وآلام الركبة تعتبر فقط أمثلة وقد يكون هناك أسباب أخرى تحتاج إلى تقييم وتشخيص طبي محدد لذا ينبغي عليك أن تتشاور بوعي مع الطبيب المختص للحصول على تشخيص دقيق لحالتك وتحديد الأسباب الفعلية لتلك الآلام من خلال الفهم الشامل للسبب والمسبب ويمكنك العمل مع فريق الرعاية الصحية لتطبيق خطة علاج مناسبة وتقديم الرعاية اللازمة لمساعدتك في تخفيف الألم وتعزيز التعافي وحصولك على هذه المعلومات سيكون سببا في قدرتك على مناقشة الطبيب والوصول إلى خطة التشافي بوعي للحفاظ على صحة الركبة والمفاصل بشكل عام هناك بعض المواد الطبيعية التي تلعب دورا مهما في دعم وتعزيز وظيفة المفاصل وإليك بعض هذه المواد الكلوكزامين ويعتبر مركبا طبيعيا موجود في الغضاريف المفصلية يعتقد أنه يساهم في تقوية وتغذية الغضاريف وتقليل التآكل يمكن تناوله عن طريق الفم كمكمل غذائي الكندريتين يعمل جنبا إلى جنب مع الكلوكزامين في تحسين صحة الغضاريف ويعزز قوة ومرونة الغضروف المفصلي ويمكن أن يقلل من التورم والألم زيت السمك يحتوي زيت السمك على الأحماض الدهنية أوميغاثري التي تعتبر مفيدة للصحة العامة للمفاصل وتساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الألم الكركم يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين وهو مضاد للالتهابات طبيعي يساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بألام المفاصل الزنجبيل يعتبر الزنجبيل أيضا مضادا للالتهابات ويمكن أن يساهم في تخفيفها وتحسين حركة المفاصل فيتامين دال يجب أن تتفقده في جسمك إذ يلعب دورا هاما في صحة العظام والمفاصل ويساعد في امتصاص الكالسيوم والفسفور وتعزيز قوة العظام فيتامين سي يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة ويساهم في تشكيل الكولاجين وهو مركب يدعم صحة الغضاريف والأنسجة المفصلية يمكنك أن تلجأ إلى بعض الخيارات الطبيعية الأخرى مثل تدليك الركبة باستخدام خليط من زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت القرنفل يمكن أن يكون لهذا الخليط دور رائع في تخفيف الألم لأن زيت النعناع وزيت القرنفل يحتويان على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات ويمكن أن يعملان معا على تخفيف آلام الركبة وتقليل الالتهابات المرتبطة بها وعند تدليك الركبة بالزيوت يمكن أن يساهم ذلك في تحسين الدورة الدموية المحيطة بالمفصل وبالتالي يمكن توفير التغذية اللازمة وتعزيز عملية الشفاء التدليك يمكن أن يساهم في تخفيف التوتر والتشنجات في العضلات المحيطة بالركبة وهذا يساعد على تحسين مرونة العضلات وتخفيف الضغط على المفصل ماذا عن علاج تقطقط الركبة مع ألم؟ عندما يصاحب تقطقط الركبة ألما يمكن تجربة العلاجات التالية التدفئة والتبريد يمكن تطبيق الجليد على الركبة لمدة 15 دقيقة عند الشعور بالألم الحاد وذلك للتخفيف من التورم والالتهاب أما التدفئة فيمكن استخدام وسائل التدفئة لتسخين الركبة وتخفيف التوتر العضلي ممارسة التمارين اللطيفة والتي تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالركبة وتحسين استقرارها يمكن القيام بتمارين تقوية العضلات الأمامية والخلفية للفخد والركبة بالإضافة إلى تمرين التمدل للحفاظ على مرونة العضلات والأوتار ارتداء الدعمات والأشريطة في حالات الإصابات المزمنة أو التهاب المفاصل قد يكون من المفيد ارتداء دعمات الركبة أو استخدام أشريطة التثبيت لتقديم الدعم الإضافي وتقليل الضغط على المفصل المؤلم العلاج الطبيعي يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات وتحسين مرونة الركبة بالإضافة إلى تقديم تقنيات التدليك والتمدل لتخفيف الألم وتحسين الحركة أما عن تقطاقة الركبة بدون ألم فقد يكون ناتج عن عوامل طبيعية وغير ضارة وقد يكون السبب وراء تقطاقة الركبة البسيطة عوامل بسيطة مثل انزلاق الأوتار والأربطة أو تراكم الغازات في مفصل الركبة وعندما يتم تحريك الركبة بطريقة معينة يتم إطلاق الغازات ما يؤدي إلى تقطاقة أو احتكاك الأسطح المفصلية احتكاك بسيط بين الأسطح المفصلية في الركبة يؤدي إلى خروج ذلك الصوت إذا كانت تقطاقة الركبة بدون ألم وغير مصحوبة بأي أعراض أخرى مزعجة فغالبا لا تشكل مشكلة صحية خطيرة امتلاكك لهذه المعلومات يعني أنه بالإمكان أن تضع يدك في يد طبيبك المعالج لتصل إلى تشافي حقيقي بعيدا عن إهمال أي من هذه المسارات التي تعتبر كلها أركانا أساسية من أركان التشافي بوعي ترجمة نانسي قنقر